مهم في مصر اجتماع طارق بسبب نهر النيل بننشر لحضرككم التفاصيل وعاجل الرئيس السيسي بيصدر قرارا لأول مرة بشأن دار الإفتاء ومصير مجهول حول منصب مفتي مصر والأرصاد الجوية المصرية تحذر جميع المصريين بننشر لحضرككم التفاصيل وعاجل الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن الفنان الراحل سمير غانم وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد العثور على حمير نافقة بالمنوفية وعاجل بيان خطيل من أحمد العباضي بشأن ياسمين عبد العزيز في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في قناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ليه ألفين أعجبني على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل ألف تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا وعاجل الرئيس السيسي يصدر قرارا لأول مرة بشأن دار الإفتاء ومصير مجهول حول منصب مفتي مصر صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار رقم 338 لسنة 2021 باعتبار أن دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ووفقا لهذا قرار لا تنتمي دار الإفتاء إلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية بموجب هذا قرار يكون تعيين المفتي من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا أنه حتى الآن الموقف لم يتضح بعد ومن المتوقع صدور قرارات توضيحية وينتظر فقهاء والشيوخ في مصر قرار رئيس عبد الفتاح السيسي حول مفتي الديار المصرية في ظل اقتراض مفتي مصر الحالي شوقي علام من السن القانوني مع تساؤلات حول موقفه ومن المرشح من بعضه وكان هناك العديد من التكهنات حول المرشح الأقوى من جانب هيئة كبار العلماء وهو الدكتور محمد الضويني وكيل الأظهر الشريف والذي بحسب بعض المصادر كان يستعد بالفعل لتسلم مهام منصبه الجديد ويخلي مكتبه بالمشيخة استعدادا لقرار انتقاله إلى دار الإفتاءة المصرية المصدر معنا كان من أخبار اليوم والمصر اليوم حابب أوضح لحضراتكم حاجة يعني صغيرة جدا إن دار الإفتاءة المصرية تحولت لجهة ذات طبيعة خاصة هقول حضرتك بمعنى أنها يعني ما فيش ترقيات مش مرتبطة بالنظام الحكومي العام فهمين قصدي زي مثلا هديكم مثال مقابرات العامة المصرية جهة ذاتة يعني طبيعة خاص يعني مش معناه أنهم بيطلبوا تعينات في الجريدة رسمية مثلا أو بيبقى فيه سل موظيف معين مرتبط بالقانون فيعني دار الإفتاءة تحولت لجهة ذات طبيعة خاصة غير مرتبطة بإحكام العمل العامة ذات الطبيعة العامة في مصر أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام في مصر اجتماع طارئ بسبب نهر النيل وعقد نائب محافظ قنى في الصعيد مصر حازم عمر اجتماعا طارئا لمناقشة استعدادات كافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة أخطار ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل واتطلع نائب محافظ قنى في بداية الاجتماع على حجم مشكلة ارتفاع منسوب المياه والأخطار الناجمة عن زيادته على جزر المحافظة والإجراءات التي كانت تتبع في الفترات الماضية وضرورة اتخاذ خطوات واستعدادات عاجلة للفترة الحالية للتغلب على الأزمات في حالة حدوثها على مستوى مراكز المحافظة وتاب عمر موقف عدد الجزر الواقع على نهر النيل والبالغ عددها 16 جزيرة دائمة وحوالي 28 جزيرة تغمر جزئيا أو كليا بالمياه ومدى خطورة ارتفاع منسوب المياه على هذه الجزر وذلك بعد إعلان وزارة الموارد المائية والري برصد زيادة في معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل وتزايد كميات المياه الواردة لبحيرة ناصر مما يستدعي ضخ كميات إضافية من المياه في مجرى نهر النيل الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر وبعض الجزر المنخفضة من جانبه أكد السكرتيري العام للمحافظة ضرورة المرور والمتابعة المستمرة على الجزر الواقعة على نهر النيل لتفادي الأزمات وحمايتها من أخطار ارتفاع منسوب المياه وكذلك متابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا في القرى بالقرب من هذه الجزر أكد جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ عند المواقع الساخنة مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية ونشد نائب محافظ قنة والسكرتيري العام للمحافظة كل الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والكوارث بمتابعة وتنفيذ كل الإجراءات اللازمة حيال أزمة ارتفاع منسوب المياه على أراضي طرح النهر والأراضي الزراعية المحيطة تجنبا لحدوث أي أضرار قد تؤدي إلى وقوع خسائر مادية أو خسائر في الأرواح وإصدار بيانات إعلامية سواء تحذيرية أو مطمئنة للمواطنين خلال دور الإعلام بالمحافظة مصدر معانا كان من صحيفة أخبار اليوم طبعا فيضانات هذه السنة يعني كبيرة نسوب بتاحها عالي جدا عكس سنين السابقة وبسبب يعني زيادة الأمطار على منابع نهر النيل نتمنى إن شاء الله الخير لمصر وكل المصريين ونتمنى أيضا الخير لإخوتنا في السودان نتلمع بعض الخبر آخر والأرصاد الجوية المصرية تحذر جميع المواطنين وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين من التوجه إلى البحر بسبب ارتفاع الأمواج على الشواطئ واستمرار الموجة الحارة في مصر الأرصاد أوضحت أن منطقة الشرق الأوسط تأثرت بموجة طويلة من الحرارة الشديدة تسببت في اشتعال الحرائق في تركيا واليونان ورفعت درجات الحرارة قصوى الحالية في تونس لتسجل العاصمة 49 درجة كما تم رفع درجات الحرارة في القاهرة لـ 43 درجة خلال الأيام السابقة المصادر أضافت أن تلك الموجة أدت لاندلاع الحرائق حاليا في أكثر من عشر مناطق من الجزائر منها مدينة تيزي ووزو وتسببت في 14 حالة وفاة وربما تؤدي لنعزال الولاية في حالة تواصل سقوط أعمدة الكهرباء وانقطاع شبكات الاتصالات هيئة الأرصاد قالت أن تلك الموجة الحارة بدأت في مصر في الانخفال النسبة التدريجي على كافة الأنفاء وعادت أحوال التقص إلى ذات المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام مصدر معانا كم من المصر اليوم نتمنى الخير إن شاء الله لإخواتنا في الجزائر وربنا يحفظهم من الكوارث إن شاء الله ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا وعاجل السيسي يصدر قرارا بشأن الفنان الراحل سمير غانم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الجسر الجديد الواقع على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نعى الفنان المصري الراحل سمير غانم الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض وكتب الرئيس السيسي على حسابه على تويتر توفى بمزيد من الحزن والأسل فنان سمير غانم الذي رحل من عالمنا أمس تاركا خلفه مراثا عظيما من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع رحم الله الفنان الراحل وألهم أسرته الصبر والسلوان طبعا توفت الفنان دلال عبد العزيز ربنا أرحمها يا رب ويخفر لها إن شاء الله المصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر آخر وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد العثور على حمير نافقة بالمنوفية تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عثور أهالي إحدى قرى المنوفية على حمير نافقة وبعضها منزوع الجلد ورصد رجال الأمن نشر منشور على فيسبوك بشأن عثور أهالي إحدى قرى مركز الباجور بالمنوفية على 38 حمارا نافقا وبعضها منزوع الجلد وبالفحص تبين أن مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية تلقى بلاغا من أهالي إحدى قرى بقيام شخصين بذبح حمير على ضفاف إحدى المجار المائية بدائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين وجود 34 حمارا نافقا منها حماران مسلوخان وتم ضبط الشخصين المتهمين وبحوزتهم قطع جلد وأسلحة بيضاء وبمواجهاتهما اعترف بقيامهما بسلخ الدواب النافقة للحصول على جلودها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما مصدر معانا كامل صحيفة الأهرام أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل بيان مهم وخطيب من أحمد العواضي بشأن ياسمين عبد العزيز وقال النجم أحمد العواضي أنه لن يترك من تسبب في تظهر حالة زوجته النجم ياسمين عبد العزيز وأشار في بيان له على صفحة على فيسبوك ما حدث من تسيب وإهمال والتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا بعد التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله وقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث لا تظنن صمت نسيان بل لكل حدث حديث هذا كان تعليق أحمد العواضي وتقريبا بيوجه رسالة للدكتور المتسبب في تظهر حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز ربنا يشفيها إن شاء الله ويقومه لنا بالسلامة ننتقل مع بعض الخبر يعني أخير معنا ومحمد هنيدي ممثل العظيم كوميدي جميل جدا بيكشف سبب ابتعاده عن أعمال الأكشن والرعب وتحدث الممثل المصري محمد هنيدي عن سبب ابتعاده عن تقديم أعمال الأكشن والعنف في أعماله قال إنه لم يحب أن يقدم مثل هذه الأعمال والفنان أحمد عز وأحمد السق أطل فيها وأطل الفنان محمد هنيدي على جمهوره في لايف جديد له على فيسبوك حرص من خلاله على الرد على كافة الأسئلة التي وجهها له الجمهور ورد هنيدي على سؤال وجهه له أحد جمهوره حول سبب ابتعاده عن أعمال الأكشن ليجيب عليه قائلا ليه أكشن ليه الدنيا حر وحمد عز والسق أطل في الأكشن أروح أضرب أنا ليه كما كشف أنه لم يحب أعمال الرعب قائلا ما بحبش أفلام الرعب بتوتر منها ومعتقدش أني ممكن أقدمها في عمل لكن ممكن أقدم دور شرير بطريقة كوميدية وحقق الفنان محمد هنيدي نجاحا كبيرا بفيلم الإنس والنمس الذي طرح في السينما الفترة الماضية حيث أنه ما زال يواصل تصدره إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي حيث حقق يوم السلساء إيرادات بلغت مليونا 759 ألف ويضم فيلم الإنس والنمس عادة كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة مين شلبي والفنانة صبرين وبيومي فؤاد وعمر عبد الجليل وعرفة عبد الرسول والشريف دي سوقي والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة مصدر معانا كامل وسائل إعلام بصرية أتمنى الخير لفنان محمد هنيدي الفنان الكوميدي الجميل وكبير جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم أتقلتش عليكم إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته